اشتركوا في القناة من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان الدين والحياة وكنت قد فتحت في موضوع مهم ألا وهو الرد على الملحدين ولا تتعجب ولا تستغرب فبالفعل الإلحاد قد وجد وهو موجود بل هناك كما ذكرت في اللقاء الماضي هناك دول تحميه هناك دول تحميه وهناك الكلمة المشهورة التي خرجت عندهم وقالوا الدين أفيون الشعوب أي أن الدين يسلبك إرادتك ويخدرك ويجعلك تتحرك بلا عقل سبحان الله روسيا الصين وأشباه هذه الدول دينها دينها الإلحاد معتقدها الإلحاد لا إله والحياة مادة ويريدون أن يقنعوا البشرية بهذا وأن يقنعوا الناس بهذا وسبق أن ذكرت بأن هناك أسباب تسببت في هذا الموضوع أولها الجهل ثم الكبر ثم الظلم ثم الانحرف أربعة أسباب رئيسية للوقوع في الإلحاد وفي شباك الإلحاد والإنسان حينما يطرح مثل هذه المسألة في الحقيقة على قوم مؤمنين إنما يزدادون إيمانا ويزدادون بصيرة ويزدادون على الحق ثباتا وأما للآخرين الذين لا يؤمنون فلعل ذلك يكون تبصرة ويكون هداية لهم إعمالا لعقولهم وأنا أريد أن أنطلق في حلقتي هذه لأن الموضوع طويل كيف نرد على هؤلاء كيف نتكلم مع هؤلاء ما الشبهات التي عند هؤلاء وطرحت في آخر اللقاء الماضي ثلاث قواعد ننطلق منها في الموضوع لإني إن جلست مع شخص ملحد أريد الآن أن أقيم مناظرة بيني وبينه أو أتحاور بيني وبينه هذا الحوار الذي بيننا ينبغي أن يكون على أصول يا طرى هل أستدل عليه من القرآن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لا أؤمن لا بقرآن ولا بسنة لا يؤمن بإله إنما هو يؤمن بشيء واحد هو يؤمن بعقله هو يؤمن بعقله يؤمن بفكره فهو لذلك تنزلا معه نقول له إن كل شيء في الكون يدل على وحدانية الله تبارك وتعالى وعلى ألغية الله سبحانه وتعالى وسنثبت له هذا حتى بالعقل حتى بالعقل إن أراد أن نتحدث بالعقل فإننا سنرجع في كلامنا إلى العقل وهيا بنا لنفتح النقوش فما هي القواعد التي ستحكمني وتحكم الملحد في الكلام في الحديث كيف أتحاور معك ربما طرحت أنت فكرة أنا لا أقبلها ربما أطرح أنا شيئا أنت لا تقبله كيف سنحكم نحن لو أرجعنا المسألة إلى الأهواء ربما يرفض أحدنا الحق ولذلك تعالى لنرجع إلى قواعد نجعلها ثابتة ثم أنا وأنت بعد أن نتفق عليها نعود إليها عند النزاع وعند الخلاف القاعدة الأولى التي ذكرتها في اللقاء الماضي هي أن العدم لا يخلق شيئا نحن نتفق على هذا كل الملاحدة على ظهر الأرض يعتقدون أن العدم لا يخلق شيئا العدم لا يوجد شيئا لا يوجد لا شيء توجد شيئا اللا شيء لا شيء لا يمكن أن يوجد شيئا إذن القاعدة الأولى التي تتفق عليها كل العقول أن العدم لا يخلق شيئا لا يمكن أن تأتي هذه الورقة وحدها لا يمكن أبدا لا يمكن أبدا لأي شخص أن يقول إن العدم يخلق شيئا وأنا ضربت مثالا بطفل صغير لو أنك ضربت هذا الطفل على رأسه من خلفه من ظاهره فبين يبدأ الولد ينظر من أين آتت هذه الضربة فلو قلت له إنك ضربت دون شيء بغير شيء لا يمكن أن يصدقك لأنه يعتقد أن هذه الضربة لابد أن يفعلها فاعل فإن كان هذا عقل الطفل الصغير عقل الطفل الصغير لابد أن يرى أن الفعل لابد له من فاعل وأن العدم لا يخلق شيئا القاعدة الثانية التي سنرجع إليها عند الاختلاف هي أن الفعل يدل على صفات فاعله الفعل يدل على صفات فاعله فلا يمكن أبدا مثلا أن أدعي وأقول لك أن مثلا هذه الصيارة بالتقنية التي فيها باختراعها بما فيها من محركات ونحو ذلك قد صنعها هذا الطفل الصغير أو هذا الطفل الرضيع لا يمكن أبدا أن يأتي في عقل شخص أن هذا الطفل الصغير يصنع الصيارة إنما هذه الصيارة بالمحركات التي فيها لابد أن يكون قد صنعها وصنع محركها لابد أن يكون رجل عنده فكر عنده عقل لابد أن يكون عنده علم لابد أن يكون عنده خبرة بدأت الآن تأخذ أنت بعض الصفات من الفعل تدل على صفات الفاعل فتقول كلما رأيت إتقانا وإحكاما كلما تقول لا لابد أن يكون الذي فعلها عنده حكمة لابد أن الذي فعلها عنده إتقان وعنده درجة في الإتقان يبقى إذن الفعل يدل على صفات فاعله لو أن إنسانا كتب على ورقة كتابة يعني ليست مستقيمة ممكن تقول ده خط عيل صغير وتقرأ وممكن ترى كتابة تقول ما شاء الله هذا رجل يعني أو اللي كتب هذه الكتابة إنسان خط جميل هذه الشخصية يبقى أنت عن طريق الفعل تعرف صفات الفاعل هذه الثانية حتى لا تنسب إلي الكون والخلق إلى شيء فإني أقول لك إن هذا الكون بما فيه من إحكام وإتقان ونحو ذلك يدل على صفات فاعله القاعدة الثالثة هي أن فاقد الشيء لا يعطيه يعني لا يمكن أبدا إن وجدنا قتيلا تحت شجرة أن نقول إن الشجرة هي التي قتلت هذا القتيل ولو أتت الشرطة لتقبض على الشجرة ثم تحاكم الشجرة في المحكمة ثم تضعها في السجن أو تعدم الشجرة لا شك أنك ستقول هؤلاء مجنين ليه؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه كيف الشجرة التي لا إرادة ولا حركة وإنما هي جماد كيف تقتل شخصا فتجعل سكينة في بطنه أو تجعل رصاصة في رأسه أو نحو ذلك إذن هناك ثلاث قواعد نرجع إليها ونتفق عليها العدم لا يخلق شيئا والفعل يدل على صفات فاعله وإن فاقد الشيء لا يعطيه طالما أننا اتفقنا على هذه الثلاث دعني أطرح عليك السؤال هكذا إخواني وأخواتي من المؤمنين والمؤمنات هكذا نتكلم مع الملحد بعد أن قعدنا هذه القواعد نطرح علي سؤالا هو بيطرح علي السؤال ويقول لي ما دليلك العقلي على وجود الله هو بيقول لي هذا ما دليلك على أن الله هو الذي خلقنا من الله؟ وما دليلك على وجود الله؟ ونحو ذلك دعوني أنا أطرح علي سؤالا أيضا وأنا سأجيب على هذا السؤال وسؤال الذي سأطرحه الذي يعجز عن جوابه أنت قلت هذا مسبقا دعوني أقول هو يعجز عن جوابه ولو اجتمعوا هم يعجزون عن جوابه هو عين جوابي على السؤال الذي طرحه علينا ما دليلك العقلي على وجود الله؟ أقول له أيها الملحد انسب لنا الكون وأخبرني كيف أتى الكون أخبرني هذه السماوات الأرضين الجبال البحار الأنهار النباتات الأشجار الطيور الوحوش يلا أخبرني إحنا اتفقنا بأن العدم لا يخلق شيئا وأنك إن سبت هذا الشيء إلى شيء ينبغي أن نعلم أن الفعل يدل على صفات فاعله انظر للكون كيف فعل بإتقان بإحكام بتقنية بكذا بكذا لأنها تدل على صفات فاعله وإن فاقد الشيء لا يعطيه من خلال هذه القواعد انسب ليه دعني أجيبك لأن عندهم نظريات مختلفة وسأذكر بعضها الآن دعني أطرح سؤالا عليك أيها الملحد فأقول هل السماوات وجدت أولا أم البشر أم نحن وجدنا أولا؟ هل الأرض وجدت أولا أم أن البشر وجدوا أولا؟ هل الجبال وجدت أولا أم أن الإنسان وجد أولا؟ هل البحار وجدت أولا أم البشر وجدوا أولا؟ الجواب أن السماوات كانت أولا الأراضين أولا الجبال أولا البحار الأنهار أولا الهواء أولا النباتات الأشجار أولا ليه لأن البشر لم يخلقوا في مكان يعني ما خلق البشر في مكان لا سماء ولا أرض ما خلق البشر في مكان لا بحار ولا أنهار ما خلقوا هكذا إنما وجدت السماوات أولا الأراضين أولا البحار الجبال لاحظوا لاحظوا أن هذا الكون الذي خلق خلق قبل الإنسان ثم أتى فيه الإنسان فوجد الإنسان فيه كل بغيته وجد فيه الطعام الذي يطعمه والشراب الذي يشربه والهواء الذي يتنفسه المكان الذي يزرعه والمكان الذي يبنيه والمكان الذي يؤويه وجد الشمس التي يستمد منها طاقات وجد القمر الذي يضيء له وجد النجوم التي يهتدي بها وهي علامات للأزمنة أو للطرق والأماكن وجد كونا كأنه مهيأ لحياته لا يفتقر الكون إلى شيء وكأنه أعد هذا الكون من أجل هذا الإنسان الذي لم يأتي بعد فأنا أريدك أيها الملحد أن تجيبني هذا الكون الذي أعد أولا وكأنه عد خصيصا لهذا الإنسان حتى إذا عاش فيه يجد أشياء يتمتع بها ويأخذ منها الطاقات وأشياء دون أي مجود الشمس لا تحتاج مننا إلى مجود لكي نستفيد منها ولا القمر لا يحتاج مننا إلى مجود وهناك أشياء تحتاج مننا إلى مجود إن أردت أن أبني بيتان أن أزرع أرضان لماذا حتى يجعلنا الله تبارك وتعالى نعمر في الأرض وهناك أشياء لا نقدر عليها سخرها فأنا أريدك أن تنسب اتفضل أيها الملحد انسب لكل البشرية لكل الناس انسب هذا الكون انسب الشمس والقمر والنجوم انسب هذا الكون الذي أعد للإنسان ثم أتى الإنسان فوجد فيه كل بغيته كل أمور المتطلبات الحياتية وكأنه عد خصيصا له أخبرني كيف وجد هذا الكون وكيف هويئ بهذه الطريقة وكيف أتى الإنسان انسب إلي اسمعوا أيها الموحدون اسمعوا أيها الموحدات يقولون إنما هي عبارة عن ذرات ساكنة كانت هناك ذرات ساكنة هذه الذرات الساكنة تحركت وبعد أن تحركت هذه الساكنة اتحدت هذه الذرات ذرات كانت ساكنة ثم تحركت ثم اتحدت ثم بدأ منها تفاعلات انتظر انتظر أيها الموحد انتظر أنت تتحدث مع عقلاء أنت لا تتحدث مع أقوام صلبت عقولهم أنتم تقولون عن المسلمين أنهم مشوشون أنتم تقولون عن المسلمين أنهم لا علم لهم أنهم ورثوا أشياء وورثوا أديان ووجدوا كذا ووجدوا كذا تتكلمون عنهم وكأنهم لا يبحثون عن حقيقة ولا علم لهم تعال كلمني بالعلم كلمني بالعقل أين عقلك هذا هذه الذرات التي تتحدث عنها أخبرني كيف وجدت من الذي أوجدها حينما أسمع لك أن بداية الكون كانت ذرات هذه الذرات كانت ساكنة ثم تحركت ثم اتحدت أخبرني من أين أتت هذه الذرات من الذي أوجدها أخبرني كيف تحركت كانت من سكون إلى حركة أخبرني كيف اتحدت كيف تفاعلت أخبرني سؤال لا جواب عندهم له اسمعوا هناك من يقول لا المسألة ليست الذرات ساكنة ثم تحركت ثم اتحدت ثم كذا أمال كيف كانت البداية لهذا الكون ولخلقة الكون كيف كانت يقول إنما هي مجموعة من ماء هذه المياه حدث فيها تفاعلات كيميائية هذه التفاعلات الكيميائية أنشأت أول خلية لاحظوا إخواني وأخواتي إن الخلية هو الوحدة التشريحية للإنسان وللحيوان والنبات يعني في علم التشريح في تشريح الإنسان الوحدات التشريحية تسمى خلية وفي الحيوان تسمى خلية وفي النبات تسمى خلية تدل على وحدة القانون لاحظوا هذه ووحدة القانون ستدل على وحدانية الله لكن اسمعوا ماذا يقولون قالوا هي عبارة عن ماء هذا الماء حدث فيه تفاعلات كيميائية هذه التفاعلات الكيميائية بدأت بخلية واحدة ثم هذه الخلية أصبحت تنقسم وتأتي بخلايا وتتكاثر وكذا وكذا ثم بدأ الكون وأخبرني أيها الملحد هذا الماء الذي كان أولا من الذي أوجده ثم هذه التفاعلات الكيميائية من الذي فعلها ثم هذه الخلية من الذي أنشأها اسمعوني لا جواب عندهم آخر زي شارلس دروين حينما أتى بنظريته حتى قال النشوء والتطور والارتقاء حتى وصل إن قبل الإنسان كان إرد ثم تحول القرد إلى إنسان ما كل ما بيمر عليه ملايين سنين وبلايين السنين بيحدث شيء من التطور طب البشر البشر لماذا لم يتحولوا إلى مقلوق آخر ثم على رأي الشيخ الشعراوي عفى الله عنه وعنه يقول نظرية القرد هذه نظرية غباء نظرية غباء تدرس في الجامعات ولا حول ولا قوت نظرية غباء لماذا يا شيخ الشعراوي عفى الله عنه وعنه لماذا يا نظرية غباء قال لما قالوا إن الإنسان كان قبل ما يكون إنسان كان قردا طيب هذا القرد تحول لرجل لم يخبرون هذا الرجل كيف تكاثر الرجل اللي تحول من قرد لرجل كيف تكاثر لأن التكاثر يحتاج لذكر وأنثى كيف تكاثر من أين أتت أنثى الرجل من أين أتت طالما القرد تحول تحول لرجل ثم القرود التي نراها الآن لماذا لم تتحول هذه القرود طالما القرود بتتحول ممكن نبقى حطين القرد في قفص في جننت الحيوانات فجأة القرد بدأ يتحول بدأ يتحول الإنسان وخد بالك أنت ممكن تتحول من إنسان لحاجة تانية أي عقل يقبل هذا أخبرونا اسمعوا أيها المسلمون اسمعوا أيها الموحدون لهؤلاء الملاحدة ماذا يقولون الذين يدعون العلم ويدخلون على شبابنا بالفتن والشبهات ويظن الشباب الذي لم يعيدينه ولم يعرف العلم ولم يعرف العلم الشرعي يظن أنهم أتوا بما لم يأتي به أحد وأننا جميعا إنما نقلد ولا نفكر ولا نعلم لا اسمعوا أخبرونا كيف وجد هذا الكون سؤال أطرحه على كل ملحد مرة تقولون قرد مرة تقولون الأمر طبيعي ثم إذا قلنا لكم عرفوا لنا الطبيعة والطبيعة فعيلة بمعنى مفعولة يعني هناك من فعلها ما هي الطبيعة المسألة طبيعة ما هي الطبيعة قبل سماء أرض طب من أين كانت السماء والقبل والأرض قبل أن توجد إن كل الملاحدة أيها المسلمون على ظهر الأرض إن كل الملاحدة على ظهر الأرض لا بد أن ينسبوا هذا الكون إلى شيء يقولون هو سبب في وجود هذا الكون وهذا السبب لا شيء قبله ما هو ربما قالوا مرة ما ربما قالوا مرة ذرات ربما قالوا مرة طبيعة ربما قالوا ربما قالوا وأما نحن فالحمد لله ولله الحمد والمنا نعرف خالق الكون وكيف خلق الكون جل جلاله وتقدست أسماه اسمعوا أيها الموحدون وافخروا بقرآنكم قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا اسمع أيها الملحد لمن خلق الكون لماذا تستدل بالقرآن إنما أستدل بالقرآن لا على أنه دليل شرعي إنما على أنه دليل عقلي حينما سألتك أيها الملحد وقلت لك وقلت لك كيف أتى الكون وهل الكون أتى أولا أم الإنسان قلت لي إن الكون هو الذي أتى أولا ثم بعد ذلك جاء الإنسان أنا الآن أتساءل وأقول لك هذا الكون الذي وجد أولا ثم بعدها وجد الإنسان وأنت علمت هذا اسمع لخالق الكون ماذا قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى هن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ثم بعد الأرض والسماء وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الله أكبر يعني يثبت الله في القرآن الكريم يثبت أن الأرض والسماوات كانت قبل خلقة الإنسان وقبل وجود الإنسان الذي خلق الكون هو الذي تكلم بهذا الكلام وهو الذي وصف دعوني إخواني واخواتي أن أقول لهم شيء بسيط جدا لا أتكلم على قضية الخلق هذه أول ما ننظر بها الملاحدة إنها قضية الخلق وإنسبوا لنا الخلق إننا نتكلم على كل شيء في الكون لا أتكلم على السماء والأرض والجبل والبحر والنهر والبشر فقط إنما أتكلم عن هذه الأشجار هذه لا 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 الكراسي الخشب الدلاب كيف صنع دلابا السرير كيف صنع سريرا من خشب يقول هذا الخشب أتى من أشجار الخشب وأين تكون أشجار الخشب مزروعة كثير منها في السويد طيب نذهب إلى السويد يا أهل السويد كيف أتت أشجار الخشب يقولون أشجار الخشب اذهب إليها في الغابات نذهب إلى الغابات في الغابات وجدنا أشجار الخشب كيف أتت هذه الشجرة التي أخذنا منها الأخشاب وصنعنا أخشابا ودوليب ونحو ذلك قالوا شجرة الأخشاب هذه إنما أتت عن طريق شتلة وفسيلة طيب الفتيح الشتلة وهذه الفسيلة اللي غرسناها من أين أتت يقولون من شجرة ومن أين أتت الشجرة من فسيلة والفسيلة والشتلة من شجرة والشجرة من فسيلة آه إلى أن نصل إلى الشجرة الأولى أخبرني أيها الملحد من الذي أوجد الشجرة الأولى ذهبنا معك نريد أن نعرف كيف أتت الأشجار كيف خلقت الأشجار نريد أن نعرف منك الطيور كيف وجدت الطير تقصد إيه أقصد الحمامة مثلا من البيضة والبيضة من الحمامة والحمامة من البيضة والبيضة من الحمامة في النهاية الحمامة الأولى من الذي أوجدها كيف وجدت الأغنام كيف وجدت الأبقار كيف وجدت الحيوانات ها ترجع ترجع ولادة 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 إلى أن نصل إلى الذكر والأنثى من الحيوانات من كل فصيل كيف وجد اسمعوا اسمعوا ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون اشهدوا أن لا إله إلا الله وإن محمد رسوله خالقوا هذه الأشياء الذي أوجد هذه الأشياء يخبرنا كيف وجدت ومن كل شيء طيور حيوانات ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون أما الملحد ما عنده جواب اسمع اسمع مني أيها الملحد هذه الشمس أنت أعظم أم هيع أقصد أنت أكبر أم هيع لا الشمس أكبر هل هذه الشمس توقفت يوما عن العمل أخبرني هل توقفت يوما عن العمل لا طب أخبرني من الذي يحركها ولماذا تأتي لتنفعني ليه هل أنا الذي أوجدت هذه الشمس وأنا الذي سخرتها وأنا الذي أجعلها تشرق وأجعلها تغرب أخبرني من الذي أوجد القمر ولماذا القمر يضيء لي ولماذا يخرج بانتظام سبحان الله أخبرني أريدك أن تفكر في أشياء هي أكبر منك وأكبر من خلقتك ولا تستطيع كل الدول ولو اجتمعت أن تسيطر على قانون الشمس أو على قانون القمر أو تضع قانونا للشمس أو قانونا للقمر إنما إن كنا لم ننشئ شمسا ولا قمرا وإن كنا لا نتحكم لا في الشمس ولا في القمر إذن من الذي أنشأ الشمس والقمر ومن الذي يتحكم فيه إن كنا لا نتحكم من الذي وضع قانونا للشمس تسير عليه ووضع قانونا للقمر يسير عليه ووبع قانونا للجبال والبحار والأنهار جعل قانونا للنبات جعل قانونا لهذه الأشياء هل نحن الذين وضعنا قانونا للنبات لكي يخرج اخبرني من الذي وضع القانون إن كنا لم ننشئ ولم نوجد ولم نجعل القانون دعني أقول لك أيها الملحد إن الخالق الحقيقي الوحيد وهو الله الذي نعبده سبحانه وتعالى قد تحداك وتحدى أمثالك وتحدى من يأتون من خلفك تحداهم في شيء صغير وحقير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له هيا أيها الملحد اجمع الخبرات والعلماء في كل بقاع الأرض اجمعهم من تحت الأرض وفوق الأرض اجمع كل العلماء واخلقوا لنا ذباباً لكي تثبتوا لنا أن القرآن باطل لكي تثبتوا لنا أنه لا إله وأننا مخدوعون وأننا قد قدعنا لماذا وهو التحدي قائم وأنتم وصلتم إلى ما وصلتم من العلم اخلقوا لنا ذباباً اخلقوا لنا جناح ذباب ولا تستخدموا مخلوقات الله لا تستخدموا مخلوقات الله ها يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له لا اسمع اسمع لو وقفت الذبابة على إناء أحدهم فشربت منه شيئاً ما استطاع كل هؤلاء كل عباقرة وعلماء الأرض ما استطاعوا أن يأخذوا الشيء الذي شربته الذبابة من الذبابة يا الله اسمع وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب الله أكبر أخبرني هذه القضية الأولى التي أحدثك بها أول ما أطرح عليك في إثباتي لوجود الله بالعقل وأطرح وأهدم حصونك وما تقول إنها قضية الخلق انسب لي قضية الخلق وكيف وجدت هذه المخلوقات عن طريق ذرات أم عن طريق تفاعلات أم عن طريق صدفة أم عن طريق أمر طبيعي وأعرض ذلك على عقول الناس وأخبرني أي عقل تتحدثون به وأي علم تتحدثون عنه ثم دعوني أسمع له نعم قال إن ثبوت هذه القوانين قانون الشمس قانون القمر قانون كذا قانون كذا والله العظيم حدثني شاب من الشباب هداه الله والإله الحمد والمن قال لي أنا وصلت إلى نقطة ابدأ لي من بعدها قلت له ما هي قال أنا الآن أعتقد أن هذا الكون له إله لكن هذا الإله معطل استغفر الله العظيم قلت له لما قال لإن كل حاجة تعرف ماذا تصنع الشمس القمر النبات كل شيء إذن ما دخل الإله الإله لا يفعل شيئا خلصت كل حاجة تفعل الأشياء التي تفعل في الكون وانتهيت المسألة سبحان الله الشمس لتثبت على قانونها من الذي ثبتها كأن هؤلاء فكر الملاحدة كأنهم يعتقدون أن الكون له خالق لو وجدوا تغيرات يعني مرة الشمس تطلع وشهر متطلعش والأمر مرة ييجي ومرتين ما يجيش والجبل مرة يبقى هنا ومرتين يتحرك الإله بيحركه والبحر الإله بيحركه لو كان الأمر كذلك لفسدت الحياة النار مرة تحرق وتيجوا تنضجوا عليها الطعام بعد ذلك إيه كانت بتحرق لكن الآن لا قانونة لها أصبحت لا تحرق البزر نحطه في الأرض يخرج ثم بعد ذلك لا يخرج ليه القانون انتهى الإله غير القانون الشمس نبدأ عايزين نتفاعل ونأخذ منها وعملية البناء الضوئي وهو مثل هذه الأشياء طلعت مرة وبعد كده ما طلعتش يبقى لا شيء ثابت ده أنا ذك يفسد الكون ويفسد النظام لو كانت يدك مرة تتحرك ومرة ما تتحركش وعينك مرة تبصر ومرة لا تبصر ولسانك مرة يتكلم ومرة لا يتكلم ورجلك مرة تتحرك ومرة لا تتحرك ليه عشان تقوله الإله موجود سبحان الله إن قدرة الإله في أن ثبت هذه القوانين في أن جعل هذه القوانين تستمر فمن هؤلاء من يقول إن هذا لا يدل على طلاقة القدرة يعني أن قدرة الله تبارك وتعالى مطلقة لا يدل على طلاقة القدرة دعني أقول لك الله جعل قوانين في هذا الكون جعل أسبابا ونتائج يعني مثلا أنا وأنت كيف جئنا عن طريق ذكر وأنثى فجعل الله تبارك وتعالى أسباب ذكر وأنثى شيء جميل جدا طيب أخبرني أيها الملحد السبب موجود الذكر والأنثى رجل ومرأته وربما هذا الرجل لا عيب ولا مرض عنده وبالرغم من ذلك لا يأتي بمولود لا تحمل امرأته لماذا؟ أسبابه موجودة إن كنت تقول خلاص الأسباب والنتائج موجودة يبقى الإله لا يفعل شيئا الإله لا يفعل شيئا النار بي تحريقي بالإله لا يفعل شيئا الشمس تشرقي بالإله لا يفعل شيئا الأسباب تكون موجودة وتعدم النتائج أتدرون لماذا أحيانا توجد الأسباب وتعدم النتائج لكي يقول الله سبحانه وتعالى للجميع لا تعلق القلوب بالأسباب وعلقوها بخالق الأسباب ووضع الأسباب ومنشئ الأسباب سبحانه وتعالى الذكر والأنثى موجودان ويلتق الرجل بامرأته وبالرغم من ذلك لا خلفه الفلاح يضع البذرة ويرعاها هذه أسباب رعاها ووضع البذرة وسقاها وسمد وبالرغم من ذلك ما خرج الزرع ربما يخرج الزرع وبعدما يخرج الزرع تأتي آفة أو جائحة على هذا الزرع تفسده مع أن السبب موجود وانعدمت النتيجة لماذا؟ أحيانا نرى الصحب في السماء والمطر لا ينزل أخبروني لماذا توجد الأسباب أحيانا وتتخلف النتائج من الذي يجعلها تتخلف إن هناك خالق يتحكم في هذا الكون وهو رب العالمين سبحانه وتعالى دعوني أطرح عليكم مسألة هامة جدا الكلب أكرمكم الله الكلب ككلب الكلب ممكن يستخدمه الإنسان في الحراسة صح ولا لا؟ ممكن يستخدم الكلب في الحراسة لكنه لا يأتي بالذئب ولا الثعلب ويستخدمهما في الحراسة بل إن الذئب والثعلب يفترس الإنسان مع أن الكلب والذئب والثعلب من فصيلة واحدة فمن الذي سخر هذا ولم يسخر ذلك أخبرني الكلب يحرصني وأشير إليه ويأتيني ويذهب وأقول له تعالى وأسميه وأمشي به وأجعله ويسمع كلامي الثعلب والذئب لماذا لا نصنع معه كالكلب مع أنهم من فصيلة واحدة أقول لكم الجواب لأن الله صخر الكلاب للإنسان لكنه لم يسخر الذئاب ولم يسخر الثعلب للناس هناك خالق يتحكم في هذا الكون سبحان الله انظروا للجمل ولكبر الجمل ويأتي طفل صغير يقود الجمل ويمسك الجمل ويركب على الجمل والجمل مسخر له مع أن الجمل لو ضرب إنسانا ربما قتله من الذي جعل هذا الجمل يسخر للطفل ويسخر للكبير والصغير ونموسه نموسه الجمل يصنع منها آلاف مؤلفة حجم الجمل نموسه لم يسخرها الله تقلق الإنسان طيلة نومه ووقت نومه لماذا؟ لأن الله صخر الجمل فانذل لك ولم يسخر النموسة فشقيت وتعبت منها أخبرني أيها الملحد إن كان هذا الجمل الكبير قد سمع كلام الإنسان وخضع له فلماذا لم تخضع الذباب؟ لماذا لم يخضع النموس؟ لماذا؟ حية صغيرة ثعبان صغير ربما يلدغ الإنسان يقتله والفرس مصخر للإنسان أخبرني من الذي سخر هذا ولم يسخر هذا لتعلم أن طلاقة قدرة الله في كونه خلق آدم دون أب ولا أم مرة واحدة تصنع في البشرية وحواء من رجل دون امرأة مرة واحدة في البشرية وعيسى من أم دون أب تصنع مرة واحدة في البشرية ثم بقية البشر من ذكر وأنثى لماذا؟ لكي تعلم طلاقة قدرة الله وأنه على كل شيء قدر احنا قلنا لابد أن ننسب الكون إلى شيء وهذا الشيء لابد أن ننظر في الكون فنعلم صفاته قدرة حكمة خبرة علم آه ننظر وتأمل لكن حينما تقول ذرات وتقول صدفة وتقول قرد وتقول لكون مطقا ومحكم فمن الذي يصدق مثل هذه الثزاجة سمحوني أيها المؤمنون أيها المؤمنات اسمعوا ماذا نقول لهؤلاء الملاحدة نقول لهم يقول الله في القرآن الكريم وفي أنفسكم أفلا تبصرون تقول أنت تستدل بالقرآن سمحوني سمحوني أنا أريد أن أؤكد على أن ما في القرآن هو الذي يثبته العقل وفي أنفسكم أفلا تبصرون نعم وفي أنفسكم أفلا تبصرون ماذا تريد أن تقول الحلال والحرام من الذي يحل ومن الذي يحرم الله الخالق لكن الملحلة ما عندهم الله لماذا الحلال تنسجم معه الأنفس والحرام لا تنسجم معه الأنفس أخبرونا إن كان لا يوجد خالق ولا يوجد إله لهذا الكون لماذا تنسجم النفوس مع الحلال ولا تنسجم مع الحرام كيف سأبين لك لكن هذا يذكرني بقول الله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى يقول الملحلة لا نحن ما نتذكر هذا الكلام نحن ما شهدنا على أنه رب نحن ما نعرف هذا الرب لا 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 يوجد هذا الرب لو أن إنسانا سليم الفطرة مش منغمس في الشهوات إنسان سليم الفطرة مش منغمس في الشهوات فأتى إليه شخص فقال له بنتك أريد أن أختلي بها وأن أكون أنا وهي سويا أن أفعل ببنتك كذا وكذا ترى ما الذي سيقوله هذا الإنسان مش مسلم بس مسلم يهودي نصراني شيوعي روح لواحد من الشيوعيين واذهب للصين اذهب لروسيا اذهب لأي واحد شيوعي لأي واحد ملحد أقول له مراتك عايز مراتك يكون سويا إنسان سوي عقله موجود طيب شفتم إلا هيحدث ربما قتل وانفعل عليه ومسك فيه تبخذوا بقى لو أنه ذهب نفس الشخص إلى هذا الرجل وقال له أنا أريد أن أخطب ابنتك وأريد أن أتزوج من ابنتك ماذا سيقول له الشخص أهلاً وسهلاً يا ابني مرحباً يا ابني فضل يا ابني وإذا عقد عليها اختلى بها ويهو هو الذي يقول للزوج لزوج ابنته أو لابنته ما فيش حاجة جاية قدام يعني أنت مش حامل من هذا الرجل الأب والأم نعم هل قسيمة الزواج هذه الورقة هي التي جعلته يقول هذا بعد أن كان هينفعل ويقتل هذا الرجل الورقة هي اللي غيرت النفسية وهو الفعلتان واحدة اختلى بابنته وحملت ابنته واحد المسألة مش في الورقة أتدرون أين هي إنها الحلال الذي أودعه الله في القلوب وفطر القلوب عليه وجعل النفوس تنسجم بالحلال لكنها مع الحرام تنفر فأخبرني أيها الملحد من الذي جعل هؤلاء الناس في الحرام ينفرون وفي الحلال ينسجمون من الذي جعل نفسيتهم كذلك إنه الخالق إنه الإله شخص مع امرأته في البيت يفعل مع امرأته ما أبا حول الله مطمئن جالس هادئ طرق عليه الباب عادي يقوم ويفتح الباب ويرى من وجد أصدقاء له أدخلها البيت جلس معها ما عنده مشكلة يخرج مع امرأته أمام كل الناس يدخل إلى البيت أمام كل الناس مع هذه المرأة طيب لو أنها امرأة هي زوجة غيره هو مع زوجة غيره هل سيدخل معها إلى البيت أمام كل الناس ويخرج أمام كل الناس أم سيكون خائفا مضطربا مرعوبا يتسحب ويتسلل دون أن يراه أو يراها أحد ويغلق الباب ويكونه مضطربا وهي خائفة وإذا طرق الباب سرعان ما اضطرب وخاف وأراد أن يختبئ ما الذي وطره في هذه ولم يوتره في هذه إن الحلال الذي أحله الله جعل الأنفس تنسجم معه وفي أنفسكم أفلا تبصرون أخبرني لماذا الأنفس تنسجم مع الحلال ولماذا تنفر من الحرام إن كنتم تعتقدون لا خالق ولا حلال ولا حرام ولا جنة ولا نار ولا رسل ولا كتب ولا هذه الأشياء شخص لص أراد أن يسرق فتسلق بيتا فنزل فيه في خفاء في ظلام دون أن يراه أحد فحمل شيئا بحث عن ذهب عن أموال عن أي شيء عن أثاث البيت بدأ يحمل الأثاث وعايز يهرب ولو سمع صوتا يجري وإذا أراد أن يبيع هذه الأشياء أخفاها وأباعها في مكان بعيد من شخص آخر يريد أن يبيع بعض أثاث بيته يذهب إلى بيت مطمئن أمام كل الناس في النهار يأتي بسيارة يخرج الأثاث من البيت يحمل على السيارة يبيعه ما الذي جعل هذا يفعل مطمئنا وهذا يفعل قلقا إنه الخالق وفي أنفسكم أفلا تبصرون سبحان الله والله العظيم يا إخواني حينما أنظر هذه العين هذه العين كيف ترى كيف ترى العين الملحد أخبرني كيف ترى العين كيف ترى يا شعة تخرج من الأين وتصطدم بالقسم ثم ترتد وتفعلك إن هذه العين ترى بقدرة الله لأنه أودع فيها قدرة بصرية فهناك من عيناه مفتوحتان ولا يرى كيف تسمع الأذن هناك من له أذنان ولا يسمع كيف يتكلم اللسان هناك من له لسان ولا يتكلم هناك من له يدان ولا تتحرك هناك من له قدمان ولا يسير ولا يمشي من الذي جعل هذه تمشي وهذه لا تمشي واليد هذه تمتد وهذه لا تمتد وجعل هذه العين تبصر وهذه لا تبصر والأذن هذه تسمع وهذه لا تسمع من الذي أودع فيها ذلك إنه الله أخبرني ما تفسير ذلك أيها الملحد يا من تنكر وجود رب العالمين سبحانه وتعالى العجيب أن بعض هؤلاء أراد أن يعرف أن يعرف الروح التي بدقل الإنسان وأنا سبق أن ذكرت أن هؤلاء يقولون لا نؤمن بالشيء إلا الذي نراه بأعيننا إن كان الله موجودا فأين هو مع أنهم يؤمنون بأشياء لا يرونها بأعينهم إنما يؤمنون عن طريق آثارها وكأن هذا الكون بما فيه لا يدل بآثاره على وجود الله يؤمنون بالجاذبية الأرضية مع أنهم لم يروا الجاذبية الأرضية يؤمنون بالكهرباء مع أنهم لا يعرفون لون الكهرباء يؤمنون بالإكترون والنيترون ومع أنهم لم يروا لا إكترونا ولا نيترونا يؤمنون بوجود عقول مع أنهم لم يلمسوا عقولهم ولم يشموا عقولهم يؤمنون بوجود الروح مع أنهم لا يعرفون لون الروح ولا طعم الروح دخل رجل على أبي حنيفة ويقول له أي يا أبا حنيفة ربك أهو من مدة صلبة أم من مدة غازية أم من مدة سائلة أستغفر الله ربك يا أبا حنيفة من مدة صلبة ولا مدة غازية ولا مدة سائلة فقال أبا حنيفة هل رأيتم ميتا قبل أن يموت قط قالوا نعم قال هل كنتم عنده قالوا نعم قالوا حدثتموه قالوا نعم حدثكم نعم مات وأنتم موجودون قالوا نعم قالوا كلمتموه لو كلمتموه بعد الموت هل يرد عليكم قالوا لا قال لماذا لا يرد عليكم قالوا لأن الروح قد خرجت منه يا أبا حنيفة فقال لهم أبا حنيفة أخبروني الروح من أي مدة صنعت أهي صلبة أم من مدة غازية أم من مدة سائلة فسكتوا فقال إن كنتم لا تعلمون كنها الروح وهي مخلوقة فكيف تعرفون كنها وحقيقة الخالق سبحانه وتعالى هذا العالم السويسري الذي أتى ببعض المحتضرين وجعلهم على ميزان وقال أنا سأكتشف اكتشافا جديدا في الكون لمسألة الروح وجعل هذا الميت على ميزان وهذا على ميزان وهذا على ميزان هذا مات وهذا مات وهذا مات فوجد إن الإنسان بعد الموت وزنه ينقص بعض الجرامات جرامات عاجات بسيطة فقال علمت الآن أن الروح لها وزن لإن وزننا كل ميت قبل أن يموت وبعد أن مات وجدناه نقص جرامات أيضا أيها السويسري وغيرك أنتم لا تعلمون كنها الروح وربما هذا الوزن كان بسبب وجود هواء بداخل الرئة هذا الهواء الذي كان بداخل الرئة كان يزن بعض الجرامات فلما خرج من الميت خفت هذه الجرامات صدق ربي إذ يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هذا الملحد الذي يقول لا أين هذا الإله أنا سيد نفسي أنا الذي أتحرك وإن أردت أن أفعل شيئا فعل ليس هناك من يتحكم فيه ليس كذا ليس كذا نعم جعل الله لك اختيارا في أمور التكاليف حتى يحاسبك عليها لكن أيها الملحد لا تقول إنك سيد نفسك لا أنا سيد نفسي أنا الذي أتحكم اسمع أيها الملحد أنت خاضع لله رغما عنك وأنت عبد لله اضطراريا رغما عنك وإلا أخبرني أيها الملحد من الذي يجعل قلبك ينبض أأنت الذي تنبضه وإذا نمت ما الذي يجعله ينبض وأنت نائم ولماذا تخف النبضات وتقل النبضات وأنت نائم وتكثر إذا عملت وتحركت لتتناسب مع حياتك أخبرني أيها الملحد من الذي يجعلك تتنفس وأنت نائم إن كنت أنت سيد نفسك إذا دخل ميكروب إلى بدنك ما الذي يجعل قرات الدم البيضاء تنتقل إلى هذا الميكروب وتقف أمامه لتقتل هذا الميكروب فإذا وجدت أن الأسلحة التي معها لا تستطيع أن تقضي بها على هذا الميكروب امطلقت إلى النخاع فحينما تنطلق إلى النخاع تأخذ منه سلاحا يتناسب لقتل هذا الميكروب وتذهب يصنع السلاح في النخاع وتحمله الكرات الدم البيضاء وتذهب به إلى الميكروب لتقتل الميكروب هل أنت الذي أمرت كرات الدم البيضاء بهذا؟ هل أنت الذي تصنع الأسلحة؟ المعدة حينما ينزل الطعام والشراب وتفرز والكبت حينما يحجز السموم والبنكرياس حينما يفرز الإنسولين والدورة الدموية حينما تتحرك والقلب من الذي يحرك كل هذا فيك؟ بل إنك حينما تريد أن تقوم أو تجلس هناك عضلات تنقبض وتنبسط هل أنت تعرف ما هي العضلات التي تنقبض وتنبسط؟ إن كنت لا تعرف كل العضلات التي تنقبض وتنبسط عند القيام أو الجلوس إذن من الذي أمرها أن تنقبض وتنبسط؟ ها هي عضلت يدك قل لها تحركي واجعلها تتحرك بإشارة منك بكلمة منك إن الذي سخر لك ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى إنني أتعجب في هذا الكون حينما الضحك والبكاء يدل على وجود الله ماذا تقول؟ اسمع الضحك والبكاء في كل لغات العالم لو أنا أضحكت ضحكة مصطنعة تبان بين الناس لو بكت بكاء مصطنع يبان ما بين الناس لكن من يضحك فينا ضحك غير مصطنع من يضحك بإرادته ومن تدمع عينه بإرادته غير البكاء المصطنع والضحك المصطنع إن البكاء وإن الضحك من عند الله وحده لا إرادة للإنسان فيه معا لكش إرادة فيه ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى اسمع في القرآن وأنه هو أضحك وأبكاء الله أكبر ما تدرش تضحك بإرادتك إلا إن كان ضحكا مصطنعا ولا بكاء بإرادتك إلا إذا كان بكاء مصطنعا أما إن رأيت موقفا فدمعت عينك وإن رأيت مشهدا فاتسمت وبحكت وقهقات إن ذلك بغير إرادتك حتى أحيانا تريد أن تمسك ضحكك ولا تستطيع أو تريد أن تمنع دمعتك ولا تستطيع لماذا؟ لأن الذي يفعل ذلك هو واحد وهو الذي ينكره الملحد هو الله قال وأنه هو أضحك وأبكى ما فيش حاجة اسمها ضحك مصري وضحك سعودي وبكاء ليبي وبكاء تونسي أو أوروبي البكاء في كل الدول واحد والضحك في كل الدول واحد مع اختلاف اللغات فمن الذي أوجده إلا الله؟ سبحانه وتعالى يا الله ماذا أقول عن أدلة أدلة وجود الله؟ مرة واحد بيقول اسمعوا اسمعوا بيقول إيه؟ كل واحد فينا بيميل للعلم الذي يفهمه يعني مثلا لو في واحد مهندس يميل للهندسة واحد صح علم فلك يميل للفلك واحد الطبيب يميل للطب لكن لحظوا حاجة القرآن الكريم الكل بيسمعه الكل بيسمعه والطفل الصغير يحفظه وربما لا يفهمه معناه فمن الذي جعل القرآن منسجم مع كل النفوس ويحفظه الطفل؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله أختم يا أخواني لأن الكلام طويل والوقت انتهى اسمعوا كده لهما في السماوات ملك كل اللي في السماوات دي ملك الله لهما في السماوات وما في الأرض كل اللي في الأرض ملك الله وما بينهما ملك لله اسمعوا الآية دي وما تحت الثراء إيه؟ وما تحت الثراء عايز تقول إيه؟ عايز أقول ده دليل على وجود الله إزاي؟ يا سلام كان يقدر الملحد لو إن الثرى تحت الطراب ما طلعش حاجة ما طلعناش حاجة من بطن الأرض كنا نقول يعني إيه وما تحت الثرى دي بيقول يملك ما تحت الثرى وما لقناش حاجة تحت الثرى لكن تحت الثرى وجدنا معادن ألمونيوم وحديد ونحاس وذهب وفضة وبترول ومياح جوفية يا الله ما الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بما تحت الثرى من الذي أخبره بهذا لغو ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ألا يتق الله هؤلاء الناس ويعقلون ويعلمون أن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل أدلة العقل كثيرة جدا 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 هذه بعضها ولعل الله يرزقني أن أتحدث في الموضوع مرة أخرى بأدلة أخرى أيضا أدلة عقلية لكن بعض الناس يقول لك طب لما يجي أنتو بتقولوا يبعثنا يوم القيامة يبعثني إزاي يوم القيامة وأنا بقيت طرابا زي ما خلقك أول مرة قادر أنه يبعثك ثاني مرة لا يجبني أنا زي مانا إزاي ده واحد ملحد بيقول كده يجبني أنا زي مانا إزاي أنا جسمي مات وتعفن وتحلل وبقى طراب وتناثر يجب لي أنا زي مانا إزاي أسألك أيها الملحد ابنك ابنك لو فوصت ألف بنا آدم تعرفوا لو فوصت مليون أطلع ابني يا البصمات في بصمة زي التانية لو رفعت الحكومة البصمات في مكان مصروق ولا حاجة ولا قتل بصمة الصوت بصمة الأذن بصمة حتى بصمة العرق ما فيش بصمة زي التانية أبدا اسمعوا بقى مني هذه الكلمة إن كنت أنت تميز ابنك من بين مليون طفل أفلا يميز الله خالق سبحانه وتعالى خلقه من وسط خلقه جل جلاله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحمد لله على نعمة الإسلام حمد لله على نعمة العقل على نعمة الهداية على نعمة الإيمان احذروا يا شباب من هذا الفكر العفن صونوا إيمانكم احفظوا عقيدتكم تعلموا فإن العلم نور أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا صلى الله وسلم وبرك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رضوان ربي